هاي يا شباب الاخبار عاملين ايه? اه عذرا بقى على اي سورة هنسمعوا برا. اه اه الى اخبار النهاردة بازن الله هنعمل عيون سندريلا الهزيزة دي. اه انا عملت عين وهنعمل التانية ان شاء الله هنطبقها مع بعض. اه يعني هتبقى نفس الخطوات. اه بالزبط مع فرق بس اتجاه العدسة والبقبق. ان هي بصة هنا شوية فبالتالي هننقل يعني في العين دي. وهي بصة كده فنقل العدسة كلها كده شوية يمين شوية. هنا هننقل اه برضو يمين فيبقى فيه فرق الابيض. اه ومكان العدسة. بس فانا هشرح كل ده ان شاء الله. اه تمام? اه يلا بينا نبدأ على طول. طيب دلوقتي هشتعيز اشرح لكم على ورقة كده علشان تبقوا فاهمين اه اكتر. تمام? اه هنبتد دلوقتي علشان نشرح اه الخطوات بتاعتنا بتاعت كل عين هرسم لكم بالزبط خطوات العين دي وخطوات ان شاء الله العين التانية اللي هنعملها اه مع بعض. تمام? طيب. العين اللي هي يمين العروسة اللي هي اللي هي يسارها بس اللي هي يميننا احنا اللي هي دي اللي انا عملتها. تمام? اه كل الخطوات زي بعض اللي نبتدي من الجسم. طيب الرسقة اهي. احنا اقفين دلوقتي عنده تلاتاشر دور حشو اللي احنا عملناهم. تمام? بنعد من فوق كده اه دي دور. اتنين تلاتة اربعة وفي الخامس الدور الخامس ده اللي بنشتغل فيه. طيب هنعتبر تحت كده الدور الخامس. تمام? هنبتدي ان احنا اه من الجفن. هنعمل ايه? هندخل في اول اه اول فتحة ايه? بصوا هنعمل ايه الاول? هنسنطر في النص كده. اه بدبوس او ايا كان. اه تمام? هنسيب اربع غرز اتني تلاتة اربعة اهم. وهنحط. اه البداية بتاعتنا بتاعت الجفن ده والجفن ده في الغرزة الخامسة من هنا والخامسة من هنا ما بينهم اربعة اه فضيل. بسواني حاولي. عشان تبقى اول حق اكتر. نهي. تمام? هيبقى فيه اربع غرز في النص والغرزة الجفن بداية الجفن ده هنا وبداية الجفن ده هنا. طيب هنبتدي ان احنا نعمل ايه? حاطينا النقطة بتاعت الجفن هنا. دخلنا خلاص بالابرة بتاعتنا. هنبتدي ان احنا نعد واحد اتنين تلاتة اربعة وبعد كده خمسة مش هندخل هنا هندخلها يعني بصوا عملنا ايه من بعد الجفن? دخلنا ادي غرزة اتنين تلاتة اربعة وبعد كده نزلنا الدور اللي تحتها وروحنا واحدة يمين تبقى دي الخمسة خمس غرزة ودي هتبقى نهاية الجفن. تمام? اللي احنا رحناها دي نعتبرها هنا. آه تمام? الخمسة دي. آآ كأننا بنعد كده الغرز خمسة بس هننزل الغرزة اللي تحتها بالزقط. تمام? هنبتدي ان احنا طبعا نوصل ده كله ببعضه. تمام? وبعدين هنبتدي ان احنا هنا هنطلع هنا نص غرزة فوق. اهو ده كله هورهولكم طبعا. نص غرزة فوق وبعد كده هننزل بها لغاية. احنا طبعا حتة دي بنشبكها مع بعض يعني بندعمها مع بعض بعد كده. آآ تمام? آآ هنبتدي ان احنا من هنا هنوصل النقطة دي لغاية الجزء ده. اهو. كده علشان هنا بنعمل رمش صغير. تمام? وبعدين هنيجي من هنا هنعمل تلات رموش واحد اتنين تلاتة. تمام? وده نهية الجيف. هنيجي طبعا في العين اللي احنا فيها هزي. هنيجي هنا كده. وهنعمل دايرة صغيرة على ايه? على غرزة. مسافتها غرزة. دي طبعا بتاعة البق بق الاسود. وبعدين هنعمل فوق منها العدسة الزرقاء بتاعتنا. وطبعا احنا رحلين يمين شوية. تمام? وبعد كده هنبتدي ان احنا من هنا كده هنبتدي نوصل ده الابيض وهنسيب تحت فراغ صغير وبعدين نبتدي نطلع فوق ونوصله بهنا. دي كده العين يمننا احنا. تمام? اللي هي يسار العلوس. هيبقى نفس الحكاية من الناحية التانية. آآ اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهننزل تحت. ونحط النقطة الخمسة مش هنحطها فوق. احنا بنعد واحد اتنين تلاتة اربعة وننزل واحدة الخامس. اهو نبتدي نوصل ده كله ببعضه. تمام? وبعدين هنعمل آآ هنعمل بقى فين هيبقى العكس. يا شايفين? دي احنا رحنا يمين دي هنروح يعني دي رحلنا العين كده دي طبعا هنرحل العين برضو كده. تمام? فهنبتدي ان احنا نعمل العدسة من هنا. ادي البقبق وبعدين هنجيب العدسة. اهي. تمام? فشايفين الابيض الاكتر بقى فين بقى هنا? هنا الابيض الاكتر كان في الناحية دي. تمام? وبعدين هنبتدي ان احنا برضو نوصل من هنا ونعدي جزء. ده الابيض ده كل. وهنعمل طبعا الرمش اهو. وبعدين هنعمل التلات رموش اللي الناحية دي ودي نهاية الجفن وهنا طبعا في نقطة ابيض وهنا في نقطة الابيض اللي هي الاضاءة بتاعة العين طبعا نسموه من فرق الحجم دلوقتي بس هي دي الفكرة اللي احنا هنشتغلها مع بعض ان شاء الله. يلا بينا نطبق ده عملي علشان الوقت. طيب هنيجي نعمل الجفن طبعا احنا قولنا هنا خلاص عملنا ايه? هنبتدي ان احنا هنعدي احنا نضم طلاطن طبعا الخيط الاسود. الغرزة هي اللي انا فيها هعد اربعة غرزة تسيبهم فرق. دي واحد اتنين تلاتة اربعة. وهدخل في الخمسة دي هنا. طبعا انا عدد من فوق كام? هبصوا هقول لكم بنعد من فين? مش بنعد من هنا. لأ من هنا. من السطر اللي بعده على طول. دي كده واحد اتنين تلاتة اربعة. وانا في السطر الخمس. واحد اتنين تلاتة اربعة. وانا في السطر الخمس الجفن بتاعي. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهدخل في الغرزة الخمسة. تمام? هبتدي دلوقتي اعمل ايه? هعد هنا. ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة. وانزل تحت. بص اعملت ايه? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. نزلت في الغرزة الدور اللي تحتها. وهسحب الجفن وما شدوش قوي سايبه متهاوي شوية. علشان هطلع بقى بصه فين اهو. هدي سايب غرزة وداخل في التانية. ايه دي? دي الغرزة اللي انا فيها. هسيب. بصوا. الغرزة اللي انا فيها هنا اهو. هسيب واحدة. وادخل في التانية. يعني اهو. هطلع اسبت فين? ادي نهاية الجفن اللي انا فيه. هارجع الغرزة اللي قبلها هطلع منها. هطلع منها بس من فوق. تمام? اهو. وبعد كده هبتدي ادخل تحت الجفن. وهسبتها هدخل مكانها تاني مكان ما 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 دخلت هطلع من مكانها تاني. كده انا سبت الجفن بتاعي. تمام? هبتدي دلوقتي ان انا اطلع من هنا. من هنا كده. هطلع نص نص غرزة. مش غرزة كاملة. لفوق. اهو من فوق. كده الجفن بالزبط. بس نص غرزة. طبعا الابرة بتاعتي الفيعة فهتدخل في اي مكان. تمام اهو. فنصها. تمام? وبعدين هبتدي ان انا اروح لغاية النحية دي اللي انا مسبتها. وهدخل فيها. بصوا كده لما هدخل فيها هتلاقي الرمش ده. دخل مع الجفن ازاي? اهو شايفينه? بقى ماشي معايا. بقى هما الاتنين واحد. شكله بقى لزيز جدا. هنبتدي نطلع تاني اه من فين بقى? مش هطلع طبعا من مكان ما دخلت هنا عشان نعمل التهاتر رموش. هطلع من هنا من فوق الحتة دي بالزبط هطلع كده. آآ مش غرزة كاملة برضو. وهدخل هنا. كده انا سبت اول اول رمش. معوزرا ان الفيديو قطع. كده انا سبت اول الرمش زي ما قلت لكم. تمام? وبعدين هبتدي اطلع من تحتها كده. تمام? بصوا بطلع كده ايه? بقى فوقيها. مش مش بنفس المستوى بعدها بشوية. تمام? اهو. وهبتدي ادخل بزاوية كده في الجفن نفسه. تمام? اهو. وبعدين هعمل اخر رمش. ده هيبقى غرزة كاملة ايه. بعدهم. تمام? وهدخل برضو في الجفن هنا. بعدها واسبتها. اهو. بعتزر على الاسوات. اه تمام? كده احنا سبتنا التلات اه رمش. تمام? معهم. بتوقع الناحية. هنبتدي ان احنا زي ما احنا كده بالخط الاسود. هنبتدي بقى نعمل العدسة اه بتاعتنا. طبعا هنعمل بالقلم الرصاص او بقلم ممكن لون معين. بس كده كده حابل الاسود. هنعمل ايه? بصوا هي فين دي? الاسود بتاعنا فين? وعلى غرزة يدوبك واحدة. فهده برضو اللي هيحصل هنا بس مش هيبقى لجوة كده هيبقى البرة. علشان طبعا هتبقى مختلفة. فهنبتدي ان احنا نعمل هنا كده. على غرزة. واحدة بايرة بتاعت الاسود. تمام? مرحلة شوية كده. هنعمله هنا. هنعمله هنا بالزرح. هطلع من فوق. بس طبعا ايه مع فرق ازاي ما قلتلكم? آه ان العدسة والبقبق مرحلين يمين. وهنا العدس والبقبق مرحلين يمين. فيه يبقى طبعا فرق ان دول ناحية النهاية الجفن ودول ناحية آه لحيتها هتبقى ناحية بداية الجفن بتاعي. هنظبت ده بقديا كده على شو ما تبقاش مربعة. تمام? آآ ده هيبقى ناحية بداية الجفن بتاعي. فهتبقى طبعا الاتجاه بس مختلف. والابيض هيبقى على حسب فين اكتر. تمام? وبعدين هبتدي ان انا ادخل. كده اواملة ده. اواملة دايلة اللي انا حددتها دي. انها تبقى مثلا تلات اربع مرات كده. انا باملها من على الوش زي ما انتم شايفين في خطوط مستقيمة مش خطوط عشوائية. طبعا لو معنا بنزة او بنسة او زرادية على حسب المسمى. هتساعدنا طبعا في الشدة دي. بس انا بالنسبة لك انا اعمل ثلاث مرات اهو الرابعة هدخل في الجسم نفسه. من وراء وهطلع. تماما هنجيب الخيط اللباني بتاعناها علشان نعمل عينيها. هبتدي اطلع من جنب البقبق بالزبط هنا كده. مش هتاخد وقت خالص اهو. تماما هبتدي بقى نعمل ايه? هنيجي كده من هنا من عند هي واضحة بس يا رب الكون واضحة. هنيجي كده من عند البقبق من تحت من جنبه كده حاجة بسيطة خالص. هندخل يعني على الوش كده. هناخد يعني حاجة بسيطة كده غرزة صغيرة ما تبانش قوي. هندخل فيها في الزاوية بس اللي تحت. كده. بعدين ندخل الناحية التانية. الزاوية التانية. وبعدين نطلع من الجسم من فوق هنا. ندخلنا فين اهو في الزاوية دي. بعدين في الزاوية دي. وبعدين هندخل هنطلع خالص من فوق هنا. نطلع وراء. تمام? نبتدي نكرر نفس العملية. هنطلع بقى من جنب الحتة اللي احنا عملناها دي. من جنب الجزء ده كده هنعمل. نكارر نفس العملية مرة تانية. اقتربت صلاة العصر. بعد تزرع عن الصوت. اه تمام? هنبتدي ان احنا ندخل. اه برضو تاني في نفس المكان او في مكان تحتها على طول. تمام? وهيدي الزاوية التانية. وبعدين هطلع من فوق. وهعمل اخر مرة. هندخل من جنبهم من جنبها كده. بس كن قريبة منها قوي يعني علشان ايه ما يبقاش فيه فرق. اه. يعني بين الخيطين او بين اللونين. هم? برضو هنكرر نفس الموضوع تاني. هدخل في الزاوية. هدخل في الزاوية التانية. وبعدين هطلع من فوق. كده عملنا العدسة اللبني. تمام? اه هنبتدي هلضم الخيط الابيض. اه وهجيلكم تاني. هدي كده عملت الخيط الابيض. طيب احنا هنا عين الاولينية عملنا فيها ايه? اه عملنا هنا مالينة هنا ابيض اكتر وهنا اقل. هنا هنعمل الموضوع بالعكس. طيب هنعمل ايه? هنطلع من جنب. العدسة برضو. هنعمل نفس الحركة بس مش كتير. يعني هتبقى مرة اوارتين. اه علشان بس نملة نقفل الجزء ده. نسويني. اه تمام. هنعمل برضو نفس الحركة بس علشان نقفل الناحية التانية ومش هنطول. اه هدخل في الزاوية. حاجة بسيطة خلص عشان ما بتبقى. يعني كده كده هندرية بالالوان بس برضو لازم من البداية يبقى الموضوع شغل ما ينفعش نعك خالص. وانسيب الالوان تتصرف بتبقى مشاكلها مش لطيف خالص. لازم شغلين هيبقى مرتبة. تمام? وبعدين هطلع من الزاوية التانية. وبعد كده هدخل. في الجسم. وهعملها مرة كمان. تمام؟ تمام؟ انا بطلع من جنبها اهو. سواني. تمام؟ اه ابتدي اعملها ما اقررها ومرة كمان انا طلعت اهو من الجنب. برضو هدخل في الزاوية. هدخل في الزاوية التانية. وهطلع من نهاية الجفن اهو. كده خلصت النحية دي اتملت. هاملة بقى الجزء التاني اهو هطلع من نهاية اهو. شايفين الاسود. نهاية الجفن اهو هطلع من عنده. وهبتدي ان انا اما ادخل في الجسم واطلع ادخل واطلع. اما ببساطة كده هدخل برضو آآ من على الوش كده. زي ما عملت الاسود. املة الجزء ده. يعني على حسب اللي احنا بالنسبة لنا نفضله اكتر ممكن ندخل في الجسم وممكن نعملها اللي بنعمل على الوش. بس يعني حطة صغيرة مش مضطرة ادخل واطلع يعني في الجسم خالص. اهي. طبعا ده بنعمله ان اه هناك العكس. آآ اللي بيتملي بيتملي الجزء آآ جزء ده. اللي بيتملي اكتر من الجزء ده. جزبك اللي فيه ان فيه مرتين زي الناحية دي. اهي. وبعدين هروح واخد اخر واحدة كده. بغاية هنا. بص اخر دورة هنا بعمله اهو. يا رب بيكون واضح. من مكان الحتة اللي فضلة دي لغاية هنا. لغاية الزاوية التانية اللي كنت بعمل فيها في نصها كده هدخل. طبعا ده بيحصل الناحية التانية العكس. بس هتلاقي ديكو نفس الاتجاه يعني. اهو. اوكي. بعد كده هنيجي نعمل النقطة بتاعة الاضاءة. تمام? كله طبعا دلالتها هي الدايرة. اه اي حاجة فيها مشكلة هتتزبط خلص. تمام? اه هنيجي دلوقتي نعمل نقطة الاضاءة بطلع من اه الاسود البقبق الاسود. من فوق شوية. على اليمين. بعد كده هدخل هدخل في حتة جنبها كده. اللي برا. اطلع من الجسم. بس واقص الخيط. وتعالوا بقى نعمل الالوان. طيب احنا هنحتاج اهو الاربع الوان دول هنحتاج. انا الواني بستخدم فابري كاسل وسوفت بستيل. ده السوفت بستيل. الابيض. تمام? اه والتلات الوان دي. اه فابري كاسل اسود وازرق. علشان العين لابني عايزين درجة اغمق. والبني. دي الالوان اللي دخلها اه في اه ساندريلا. تمام? هنبتدي ان احنا نيجي كده باللون الاسود لول. باللون الاسود لول. هنعمل حاجة بسيطة جدا. شايفيني الكيرف ده? هنزوده. هنزوده كده شوية. والالوان دي الوان مائية ممكن لو بلناها تساعدنا اكتر. هنزود بس الكيرف. علشان يدي حقيقية اكتر اه للجفن يعني. وبعين هنجيب اللون الازرق. وهنيجي كده من عند من عند العدسة من برا كده. هنعمل الاطار. تمام اهو. كي احنا مش محتاجين بل لها خاص. وبعين هنجيب الابيض وهنمشي على الابيض كله كده. هيزبط لنا كل الدنيا دي. اهو. هيوضح طبعا كل المعالم وكل حاجة. تمام? وبعدين هنيجي بالبني عشان هي عينها من برة آآ زي ما اقول لها كحل بني كده. تمام? هنحددها. بس خلاص كده هي الكتكوتة بتاعتنا خلصت. آآ هي تحس 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 علينا قوي شوية كده. سياء لما يتحط تعمل الحواجب ويتعمل الفم. وآآ وكل ده كل حاجة هتبقى آآ واضحة ان شاء الله. عايز بس ايه دي كده نبقى 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 عن بعض. بس. اوكي تمام? تطبيق موفق ان شاء الله. وجزء الجاي آآ نكمل آآ مع بعض وآآ طلعة كدكوتة خالصا هي. السلام عليكم.